نروح بقى لكلام مهم جداً كلام انتشر خلال اليومين اللي فاتوا عن طريق الأستاذ وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد كرة القطع ياريت لو معانا الخبر نعرضه على الشاشة دلوقتي علشان الأستاذ وليد العطار قال كلام مهم جداً والكلام ده عايزين ناخده عشان نوثقه إن شاء الله لما يجي وقته في شهر تمانية ربنا يا حين ويحيي حضراتكم لشهر تمانية علشان نشوف هالكلام ده هيتنفز ولا لا اتحاد الكرة أي نادي مديون لن يشارك في الدوري الممتاز أستاذ وليد العطار قال الترخيص الترخيص اللي بتاخدها الأندية أصبحت ضرورة للغاية ليست فقط من أجل المشاركات الإفريقية بل من أجل التواجد أيضاً في بطولة الدوري المصري الممتاز كمرحلة أولى ثم دوري المحترفين القسم الثاني ولكن هناك عدة معايير الحصول على الترخيص أضف أيضاً أستاذ وليد العطار كل نادي يقدم ميزانياته الخاصة على مسؤولية النادي وهناك مسؤول مالي من اتحاد الكرة سيتطلع على الميزانيات ولو ظهر على مدار الموسم وخالفة أحد المعايير من لجنة الترخيص سحب الرخصة من النادي هناك عدة معايير منها المالي والرياضي والإداري والبنية التحتية وأيضاً قال لن يكون هناك أي نادي مديون إلى اتحاد الكرة وحطه تحديدي مليون خط لن يكون هناك أي نادي مديون إلى اتحاد الكرة ويحصل على الرخصة وأي نادي سوف يشارك في الدور الممتاز عليه تصفية ديون أو الجدولة وأي نادي مديون لنادي آخر عليه تقديم أوراق إما بدفع المديونية أو تأجيلها أو جدولتها هنشوف الجدولة ونشوف أتحاد الكرة هيعلن عن الجدولة إزاي وختم حديثه قائلاً أيضاً نريد وضع ضوابط الأندية في الموسم المقبل وأن نعيد ضبط الأمور في المواسم المقبلة من الناحية المالية ولذلك خطبنا جميع الأندية بضرورة التواجد في ورشة العمل وأي نادي لن يحصل على الرخصة فلن يستطيع المشاركة في بطولة الدور المصري على الموسم المقبل وفقاً لللاحية لللاحية يعني كلام الأستاذ وإدلاء عطار عايز يقول ما فيش أي نادي مديون لاتحاد الكرة هيكون معاه الرخصة علشان يشارك في الدور الممتاز أو في بطولة دور أبطال أفريقيا هو ده كلام الأستاذ وليد العطار تاني رجعوا لي بقى كده لو سمحتوا عايز يقول أي نادي عليه مديونية لاتحاد الكرة مش هيأخذ الرخصة علشان يشارك في دور المحترفين الدور الممتاز أو بطولة دور أبطال أفريقيا ده كلام محترم هنشوف الكلام ده إن شاء الله وإحنا بنسجله على الهوى مع حضراتكم في شهر تمانية لما القيد يتفتح هنشوف هل الكلام ده هيحصل ولا مش هيحصل بس أنا بقول لحضراتكم في المشمش ياسي مشمش سؤال بنسجله دي كانت أو كان مسلسل للكاتب الكبير الأستاذ أسامة أنور عكاشة وكان كتب كلمات اللغنية للأستاذ كبير أحمد فواد نجم في المشمش ياسي مشمش سؤال بنسجله السؤال ده بنسجله علشان ربنا يحيينا ويحييكم شهر تمانية نسأل أستاذ وليد العطار وأتاه كلام ده هيحصل ولا لا ترجمة نانسي قنقر